اشتركوا في القناة او في المذاكرة وبالتالي بينتج عليه بعض المشاكل الدراسية وده الحياة بيكون احد اهم اسبابه عدم التشخيص المبكر تحديدا في فترات الصغر خاص بقلة الانتباه في شكل عام ويمكن دايما مع ضفنا الجليل لما بنتكلم عن هذا الامر ان الانتباه بيبقى موجود لدى الطفل منذ نعمة اظافره منذ ميلاده في منذ الشهور الاولى اللي بتبقى موجودة في فترة الرضاع لما بينظر الطفل بعنيه لامه وبيحاول يخطبها بعنيه اثناء عملية الرضاع وبرضو عدم الدراية بشكل اكبر لهذه الامور من قبل الوالدين لما يكون عندنا مثلا الطفل كده كثير الحركة فقد يدرك بعض من اولياء الامور ان ده الامر طبيعي وان الطفل الشائزكي وده اللي بيقال في بعض الاماكن وبعض المناقشات ما بين اولياء الامور وقولك بكرة هيكبر ويعقلوا بكرة الامور تبقى افضل وده طبعا الاسف بيترتب علينا نتائج سلبية فعشان كده بنؤكد على اهمية المتابعة الدورية منذ الميلاد لمثل هذه المشاكل اللي بتواجه اطفالنا عشان كده معضيع فغاية الاهمية حول ارتراب قلة الانتباه وفرط النشاط المتعلق بيه الاطفال هنقش ان شاء الله ما عليمنا الجليل الاستاذ الدكتور محمد بركة واستاذ امراض التخاطب بكلية الطب جماعة عين شمس برحة بيك دكتور اتحاية الحضرتك يا فاندر الله يسلم حضرتك يا فاندر كل عام حضرتك طيب حضرتك بالصحة والسلام حضرتك بالصح والسلام استاذ حضرتك كده في البداية بس نعرف السادة المشاهدين ما المقصود بالانتباه بشكل عام الانتباه هو القدر على التركيز في شيء او حدث نعم يعني لو انا في ايدي مثلا حاجة لو قاعد باصص لها يعني مثلا لو قدامي لعبة وانا قاعد باصص في اللعبة دي يبقى هو ده الانتباه يبقى انا ركزت في شيء لكن لو بدأنا نلعب باللعبة دي بقى فعل او حدث يبقى الانتباه هو القدر على التركيز في شيء او حدث نعم طيب بالنسبة للانتباه المشترك تصبح المعادلة سلاسية يعني ايه انتباه مشترك يعني معادلة سلاسية فيها شخصين ولعبة الطفل دايما احد الشخصين دول طيب اللعبة دي بتبقى اللعبة اللي موجودة في النص اللي بنلعب بيها يعني الانتباه المشترك معادلة سلاسية يشترك فيها الطفل واحد الوالدين او معنا احنا في الجلسة او مع صاحبه في الحضانة يعني تبقى مسلس من ثلاث أضلع طيب الانتباه المشترك ده بيبتدي يتطور إمتى زي معرك قلت في المقدمة إن الشبكة العصبية الشبكة العصبية المسؤولة عن الانتباه بتتطور من عمر من لحظة الولادة لمدة ستة شهور يعني بتتطور بادر جدا شبكة العصبية المسؤولة عن الانتباه في أول ستة شهر من عمرنا يبقى شفنا عشان كده بنحذر من مشاهدة التلفزيون واللعب الإلكترونية مبكراً ليه؟ علشان الموجات الكهرومغناطيسية اللي طلع من الحاجات الإلكترونية دي بتدمر شبكة الانتباه اللي موجودة في مخ الأطفال دي طيب يبقى هو هنا كيف يتطور الانتباه المشترك بيمر بمراحل زي ما حارك قلت برضو في المقدمة الطفل اللي عنده تلت تشهر تلت تشهر تطلقها نظرة عينه مع أمه طيب وبعد كده يعني يبصلها وتبقى اللي احنا بنو عليها يعني بعد كده بشهر مثلاً تظهر ما يسمى يعني إيه يعني الابتسامة الاجتماعية لوجه والدته في عمر 8 شهر احنا بنبتدي عاوزين الطفل يستجيب لطلباتنا احنا طيب بتعمل ايه الأم؟ بتجيب لعبة واللعبة دي الأول الطفل بيبص ليه عين الأم يعني كده يبص لللعبة بعد كده يرجع تاني يدي للأم إيه حق إن أنا عاوجك تلعبين باللعبة اللي في إيدك يبقى بدأ الطفل المرحلة التانية في تطور الانتباه المشترك إن نخل الطفل يستجيب للتعليمات بتاعتنا احنا طيب في عمر سنة الطفل اللي عنده سنة يشاور بصبعه ويبص للحاجة اللي هو عاوزها في الغالب دي الحاجة بتبقى إيه؟ بتبقى لعبة أو بتبقى حاجة أكل يقول ده مش لازم يقول ده مجرد إن يبص أو يشاور على الحاجة اللي هو عاوزها يبقى شفنا إن ثلاث مراحل في اللي لسه عنده سنة في عمر ثلاث تشهر ثمان تشهر سنة طرق الطفل اللي عنده سنة ونص اللي عنده سنة ونص يبتدي هو اللي عاوزنا نستجيب لطلباته أو لتعليماته يعمل إيه؟ يجيب كتاب يجيب كتاب فيه صور يكون فيه صور ملونة ويجيب أو لعبة وهو اللي جاب اللعبة ولعبين يا أمي يبقى بما معناها إن في عمر سنة ونص الطفل يبص في العين يشاور بصبعه والحاجة التانية يبقى يستجيب لتعليماتنا وبعد كده آخر مرحلة هو اللي يخلينا نستجيب لطلباته هو يبقى عرفنا إن في عمر سنة ونص يكتسب الانتباه المشترك كاملا وده الانتباه المشترك ده احنا بقوله هو أول ما يفقد طفل التوحل يعني معناها لو لاحظنا أن الطفل لا بيبص في عينينا ولا بيستجيب لطلباتنا ولا يقدر يخلينا نعمل حاجة هو عاوزها لا يبقى الجرس في رقبة القطة زي ما بيقول طيب الانتباه المشترك هل لي علاقة بالأطفال الكثيري الحركة وما هي الدلائل برضو البيولوجية يعني قبل الاكتشاف المبكر فأنه علامات الظهور عليه حاضر هو الانتباه المشترك ده بيتأثر في خمس أمرات تخاطئ أولهم زي ما حارك قلت برضو الطفل كسير الحركة ده كسير الحركة ومشتت الانتباه طفل التوحد يفقد الانتباه المشترك الضعف السامعي الضعف البصري متلازم الدون دي دول خمس أمرات تخاطئ يتأثر فيهم الانتباه المشترك طيب هو هنا الخمس أمرات دول تبقى عيننا على الطفل أول ما نلاقيه فقد الحاجة من الحاجات دي يبقى إيه نتتبعه نيجي للدلالات البيولوجية اللي ممكن تبقى دليل على الاكتشاف المبكر لأمراض التخاطئ هي قصة الدلالات البيولوجية دي بدأت سنة 1968 يعني من حوالي 55 سنة وجدوا أسدزة الأورام إن بيبقى فيه مواد فيه الدم بتاع الناس يبقى المواد دي لو اكتشفناها معمليا معمليا ممكن تبقى دليل على وجود أورام عمتا وبعد كده يصنى في الورم يعني إيه يعني فيه مادة كيميائية بتظهر فيه دم اللي عنده ورم المادة دي بتظهر بدري جدا قبل ظهور الأعراض طيب الأول تقول آه ده الشخص ده اللي فيه دليل على وجود فعلا حاجة سرطانية دي في البداية وبعد كده بيحدد نوع هذا نوع هذا الورم يبقى فعلا الاكتشاف المبكر مش بس الاكتشاف المبكر بل والمتابعة كل الناس اللي الناس عارفة الكلام ده بتبقى بيها نكتشف الأورام نتابع الأورام طيب جينا سنة 68 بالزبط بدأوا أساتذة المخ والأعصاب يلاحظوا تغيرات في الغنين البغناطيسي الوظيفي في المخ بتاع مرضى الألزهايمر قبل ظهور الأعراض على المريض بكما السنوات يعني فيه اكتشاف مبكر قبل كده لا ده دي نعمة من ربنا يبقى نعمل ايه؟ يبقى نخلي بالنا من الدلالات البيولوجية دلوقت يعني إما حاجة إشعاعية أو حاجة معملية أقدر أعرف بها الأمراض مبكرة كأن مرض الألزهايمر المريض النهاردة يعرفنا عنده ألزهايمر لكن ده التغيرات في مخه بدأت من خمس سنوات يبقى بما معناها إن لو عرفنا الأمراض مبكرا نقدر ايه؟ نشوف لها حل أو يبقى على الأقل نؤخر تقدمها يعني ما نخلهاش ايه؟ تبتدي تزيد تزيد بسرعا زي ما نقوله كده نفرملها شوية يعني هي تغيرات بيولوجية في مخ الناس ولكن برضو بيبقى فيه لإما نعالجها لإما على الأقل خالص ما نخلهاش تبقى إيه؟ احنا نقوله في الطب البروجريسيف ما نخلهاش تتقدم تتقدم قوي تمام بعد كده بسنة وجدوا مادة اسمها BDNF يعني كل حرف اختصار لكلمة المادة دي وجد المادة دي عبارة عن بروتين البروتين ده بيتركز في المناطق في مخنا المسؤولة عن التخاطب والتحصيل الدراسة تمام طيب وجدنا إن هذه المادة بتبقى نقصة في دم الأطفال اللي معرضين ليه التأخر اللغوي والتأخر الدراسي اللي بتنعمل إيه؟ ده أنا ممكن بالفحص المعمالي ده لو دخلنا مدرسة وعملنا مسح شامل ما يسمى ماسي سكرينيج أقدر أعرف الطفل اللي في المدرسة دي اللي ممكن يتعرض لتأخر دراسي بعد ذلك طيب بيبقى المادة دي إيه؟ بتبقى المادة دي نقصة طيب بعد كده وجدنا إن الأطفال بتاعة التوحد التوحد ده بيبقى عبارة عن يعني إيه اللي بيحصل فيه؟ بيبقى الأكل اللي بنكله الأمحة اللي بنكله فيه بروتين اسمه الجلوتين واللبن اللي بنشربه فيه بروتين اسمه الكازين طيب البروتين البروتين نات دي سواء الجلوتين أو الكازين بيبقى ليهم عادم في عملية التمثيل الغذائي بتاعهم طيب عادم زي عادم السيارة بيبقى حاجة حاجة يعني المفروض نتخلص منها طيب المواد دي نواتج تمثيل الغذائي للجلوتين والكازين النواتج دي اسمها الشوارد الحرة يعني إيه؟ يعني مواد شريرة المفروض إن لا تتراكم في جسم الطفل طيب هتعمل إيه؟ المواد دي لما بتتراكم بتبتدي تشتغل على المستقبلات اللي بيشتغل عليها المرفين وده بيخلي الطفل يبين فعلا إنه زي ما الأمهات بتقول أنا حاسة إن ابني ده تاية فتاية يعني إيه؟ يعني بيبقى يعني زي ما لوج دعوة ما لوج دعوة بالبيئة اللي هو فيها ليه؟ لأنه زي اللي واخد أوبيوم أوبيوم اللي هو المرفين بيبقى عامل زي اللي عاوز ينام أو اللي زي اللي لسه صحي من النوم ما بيبقاش مركز أو برضو دي دلالات بيولوجية يعني إذا لقينا الشوارد الحرة متجمعة أكتر في طفل التوحد يبقى ده دليل يبقى اكتشاف مبكر ونعرف إن الطفل ده فعلا إن المواد دي بتبقى متراكمة في دم طفل التوحد مدام جات سيرة التوحد هنيجي برضو على وجدنا إن فيه ناقل عصبي ناقل عصبي يعني إيه ناقل عصبي يعني مادة كيميائية قادرة على نقل الإشارات الكهربية ومعروف إن الإشارات الكهربية فيه مخنة بتبقى بإيه؟ بتبقى يعني أجزاء مخنة دول ست مستويات الست مستويات دول بينهم ما يسمى انتر كونيكشن يعني متصلين ببعض بإيه؟ بمادة كيميائية المادة الكيميائية دي عبارة عن يعني بتؤدي إلى إشارات كهربية توصل الست مستويات مع بعض طيب الإشارات الكهربية دي عاوزة إيه؟ عاوزة عاوزة مادة بس اللي تبقى أكتر من الطبيعي ولا تقل وجدنا إن في دم أطفال التوحد زيادة في ناقل عصبي اسم السيروتونين يبقى لبعد كده لو وجدنا إن المادة دي فعلا زيدة لو أي مادة بقى أنتي سيروتونين دا يبقى إيه؟ هتحسن هتحسن الطفل وجدنا هرمون اسمه الأكسوتوسين الأكسوتوسين دا وجدنا إنه بيبقى يبقى سيروتونين بنلاقيه عالي والأكسوتوسين دا بنلاقيه إيه؟ بنلاقيه منخافض يبقى برضو دي دلالات بيولوجية للاكتشاف المبكر لإيه؟ لمرض التوحد تمام؟ طيب جينا بعد كده لحسناً أو نعمة من النعم اللي بصراحة عملها لنا الدولة فحص نقص إفراز الغدى الدرقية برضو دا دلالات بيولوجية دا الطفل في الأيام الأولى الأيام الأولى إنه بنقيه شك كده اللي بنعملها في كعبة رجل الطفل بنعرف فيه سيروتونين في دمه ولا السيروتون دا ناقص السيروتون دا هرمون مطلوب لإيه؟ مطلوب لإيه؟ لنمو وتطور الجهاز العصبي المركزي يبقى لو الهرمون دا ناقص لا دا موال يبقى لازم فعلا لازم يكتشف قبل ظهور الأعراض كويس طيب يبقى لما بنكتشفه وبنعالجه أو بنعرف أن الطفل دا عنده نقص في المادة دي يبقى فيه السيروكسين دا وندهر السيروكسين من صناعي بقى تمام؟ دا بيعوض السيروكسين طبيعي يعوض السيروكسين النقص وإلا دا بيعمل نقص فيه القدرات الفكرية اللي هو معامل الزكاء ونقص وجدنا أن بقدر النقص يكون شدة الأعراض كويس كي يعني إذا كان فعلا نقص قوي يبقى الطفل يتضهور قوي في معامل الزكاء وفي العمر اللغوي وبالتالي في العمر التحصيلي طب وليه؟ دا إجراء احنا بنعمله بفي دقيقة بسيط مع شهد الميلاد على طول بنعرف من ضمن الدلالات البيولوجية مرض زي أنيميا الفول هي أمراض التمثيل الغذائي الفنالكيتونوريا دي برضو أمراض بنعرف من نواتج التمثيل الغذائي بتاعتها إذا كانت فعلا لإما بالزيادة لإما بالنص يبقى دي فعلا نعم تخلينا نكتشف الأمراض مبكرا وقبل ظهور الأعراض دا طبعا بيسان في العلاج طبعا بشكل إيجابي بشكل أفضل أيوة واللي نقص في مادة زي اللي نقص في السيروكسون بنديله اللي زائد في السيروتونين زي طفل التوحد آه لأ نديه مادة أنت سيروتونين تضد السيروتونين دا يعني بما معناها أن أصبح في دلالات بيولوجية للاكتشاف المبكر ومتابعة أطفال أو حالات أمراض التخاطب طيب الدلالات البيولوجية دي إحنا بنعملها إذا كانت حاجة بتتعمل الآن على المستوى البحسي فهي يجي اليوم اللي هتتعمل على المستوى البحسي والتطبيقي لكن الحاجات اللي ما فيش فيها فصال زي النقص السيروكسون آه أنيميا الفول والفنيل كيتونوريا وكل الأمراض اللي هي إيه أمراض التمثيل الغذائي وإذا كان فيه حاجات بتتعمل على المستوى البحسي الآن فهي يعني تتعمل آه تتعمل تطمئن أكتر لكن إجبارية لا مش إجبارية ولكنها اللي بيتعمل على المستوى البحسي الآن هيتعمل على المستوى التطبيقي بكرة بإذن الله طيب مش بكرة بكرة يعني اتباعا بعد كده طيب لو تكلمنا عن مراحل تطور الانتباه لدى الأطفال يا دكتور من أول مرحلة آه ما هو زي ما يعني قلنا حضرك إنه بيبتدي الطفل إنه تبتدي تطلاقة يبص في عين من أول تات هو الرضاع حتى إحنا بنسأل الأهل بنقول لهم لما بتكون بنقول للأم لما بتكون بتلعب معه عينه بتطلاقة مع عينك ولا لا تقول بصراحة لا الحاجة التانية ده فين وفين كده بحس إن عينه جاك في عيني بالصدف فيبقى فقد ده يبقى هنا ما فيش طلاقي لنظرة العين طيب بقول لهم في عمر سنة بدأ مثلا في عيد ميلاده الأولاني قدر يشاور على لعبة قدر يشاور على على حاجة أكل يقولوا لا ما كانش بيشاور أو يقولوا آه يعني الطبيعي إنه يشاور صحيح أو طيب أو يبص حاجة الأكل أو للعبة اللي هو عاوزها طيب بعد المرحلة دي ما فيش مرة كده طيب هو بيلعب باللعب بتاعته وناديته عليه يرد عليك من المرة تقولي لا فيه اللي يقول آه ده من أول مرة بيرد علينا وفيه يقول لا ده عشرين مرة على ما نقعد ننادي عليه بإسمه وفين وفين على ما بيرد علينا دي بتبقى يعني جرز إنذار يخلينا نسأل وكل شيء في أوله سهل وبعدين مخنا المخ البشري قلنا شفت حضرهاك الشبكة العصبية المسؤولة عن الانتباه تتطور في أول ستة شهور من عمرنا يعني من لحظة الوات واتك تامل في عمر ستة شهور نيجي بقى إحنا يعني ندمرها بالإلكترونيات فده ده إيه ده إنذار خطر يعني كده ما يفضلش طبعة الإلكترونيات لا إلا أقل من سنتين ده ملوش إلكترونيات خالص خالص لا تلفزيون ولا حاجة لأن بعض الأمات تسيب أحياناً ولادها عشان تخلص من زنهم وتقعد مثلاً تشتغل حاجة تسيبه قدام التلفزيون علمياً ده ده ضرر ضرر مؤكد ضرر مؤكد يعني اللي قل من سنتين ده ملوش إلكترونيات خالص وبعد كده فترة التعرر ليه بتبقى بتتطور أو بتزيد طبقاً للزيادة في سنه يعني إيه يعني اللي عنده ثلاث سنوات ممكن نقسم له ساعة ممكن تبقى مع الأكل يعني إيه يعني إحنا الطفل ده عاوزين نلهيه في حاجة عشان يأكل طيب بنعمل إيه بنفتح له التلفون بس فترات الأكل فقط يعني عشان يركز في ده وما يخليش باله من الأكل يقوم إيه يقوم يأكل بس إذا إمتى هناك في العام الثالث العام الثالث لكن العام الثاني ده لا ما فيش إلكترونيات خالص ودي تحذير عالمي تحذير دولي وكل الجمعيات الخاصة بعلم الأطفال على طول والتحذير منها دائم وفي كل الأعمار على فكرة مضرة يعني وجدنا أن الضعف السامعي من يوم ما ظهر التليفون المحمول التليفون المحمول ده نقول مثلا بقاله ثلاثين سنة بدأ نلاحظ أنه بيبقى اللي بيستخدمه كتير بدأ يبقى فيه ضعف سامعي وفي أجزاء أخرى من الجسم الطفل يعني بما معناها أنه ضرر الإلكترونيات دي مؤكد وبدراسات وأبحاث معمولة في العالم كله طيب يمكن أحد المشاكل بسببها يعني عدم الانتباه إلى دكتور أو تراب الانتباه هو عدم التركيز في العملية الدراسية الأمر ده إزاي نقدر نعالجه يعني ويكون ليه يعني حل جازم لأنه ده بيعاني منه كثير من أولياء الأمور في المراحل الدراسية المختلفة ميكروش يكتشفوا طبعا هذا الأمر في مرحلة مبكرة طيب إحنا الأول نقيس درجة الانتباه علشان نعرف المرض لازم نقيسه نشخصه وبعدين نشخصه بنشخصه بندي أهمية قوي كل محرك بتستضيفني بقول التاريخ التطوري التاريخ التطوري التاريخ التطوري يعني 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 ساعات الناس بيسألونا على سبب الأمراض بيسألونا أقول لهم مثلا ده الطفل كسير الحركة سببه إيه بقول لهم خال الجيني ساعده عامل بي هيرد علي الأب على طول يقول خال الجيني إيه أنا قدامك هو زي الفل ده أنا كذا وكذا وكذا بقوله الجينات الخال الجيني ممكن يبقى موجود في الوالدين ويقم الظاهر عليهم لكن يظهر فيه الأطفال الحاجة التانية بيبقى فيه خلالات جينية موجودة لكن ما بتديش عراض إلا لو ظهر عامل بيئي يعني في الأطفال كلها السنتين اللي كانت الكرة الأرضية كلها مغلقة بأيام الكورونا اتدهورت في التخاطب لأن عيادات التخاطب ما كانتش شغالة بالكفاءة الحضانات مغلقة المجتمع كله ما كانش في الكرة الأرضية كلها مش في حتة وحتة لأ فيبقى هنا عامل جيني ساعده عامل بيئي يبقى نلخص دي في إيه عامل جيني متعدد الأوجه برجاء إن الندق اللي الطفل اللي الأم وهي حامل فيه عيد بأي مرض لحظة ولادته خد نفسه على طول ولا كان نفسه متأثر جات صفرة ولا لأ والصفرة كانت كام وده رقم حسابي وقعدت قد إيه ده رقم حسابي آخر طب احتاج الطفل ده دخول حضان احتاج علاج بالأكسجين في لحظة ولادته طيب بعد كده عيب أي مرض هام أو سخونة مهمة أو الحميات والحاجات دي مهمة جدا اختبار السامع وده نعمة أخرى اللي بيتعمل عنده اتعمل ولا ما اتعملش لأ يقولوا آه آه والله عملناه ده ليه خانة في شهادة الميلاد وتسجل ان اتعملوا الاختبار السامع وتعملوا تحليل الغدة الضرقية نعم طيب يبقى ادينا أهمية لإيه للتاريخ المرضي طيب وده أو التاريخ التطوري للطفل التاريخ التطوري من زملاتي من الحمل والولادة وأيام الطفولة الأولى ده بيفيدنا في عاملة التشخيص عشان نعرف بعد كده نستخدمه على هلاج المناسب غاية في الأهمية وعلشان يعني الأسر اللي بيبقى حد من أولادهم اتعرض لحاجة من الحاجات دي أثناء حمله أو ولدته أو أيام الطفولة الأولى تبقى عين علي ده نبهونا في إن الحاجات دي قد تسبب تأخير الكلام قد تسبب الطفل كسير الحركة أو التوحد ونبقى إيه عيننا على الطفل ده يبقى على طول يبقى عارفين أنه يعني زي بقول في الطفل احنا هاي ريسك يعني إيه يعني فيه احتمالية عالية إن إيه إن يحصل له حاجة من الأمراض التطورية تأخير الكلام فرط الحركة تشتت الانتباه الأمراض دي كلها كويس طيب يبقى ده تاريخ المرض بعد كده الطفل هو داخل علينا كده يعني بنلاحظ من نظرة عينه إذا كان بيبقى منتابه ولا ماش فرق عنده وماش مركز يعني فيه إنسان قدامه يبصله أو بيدور على لعبة أو بيبقى نظرة العين حائرة والحركة زيدة والإصراره على الشيء والحاجة التانية بنبتدي بقى فحص ما صار التخاطب كله بنعمل الاختبارات والاختبارات لوضع خطة دقيقة احنا بنوع لها قياسات والدنيا كلها ماشية كده صحيح ده إحنا ساعات بيجينا الطفل يعني يعني بيبقى زي اللي إيه يقوله نعاوز نبدأ جلسات على طول طيب نبقى يعني زي مريض الضغط هو مريض الضغط يقوله نعاوز نبدأ علاج على طول ولا لازم بنقص الضغط ونعرف سبب ارتفاع وإيه صحيح لازم نشخص الحالة الأول قبل أن نكتب عليك كذلك أيوة كذلك لازم كل دي قياسات والكرة الأرضية كلها ماشية كده العالم كله ماشي كده لازم نمشي زي ما زي ما قوله في الطب زي اللي بتقوله الأوراق الأوراق هنا اختبار اللغة اختبار الزكاء ضروري اختبار التحصيل الدراسي لو في عمر المدرسة قياس السامع بيبقى تعمل عند الولادة واختبار تشتت الانتباه إذا شكين في تشتت الانتباه طيب نيجي بقى بنقص الانتباه ده إزاي يبقى إحنا عارفنا ها التاريخ المرضي الفحص الأولي أيوة وبنعمل اختبار تشتت الانتباه طيب والاختبارات دي بيطلع منها أرقام حسابية بيشتغل عليها بعد ديك زي النبض والضغط وكل حاجة في جسمنا طيب بنلاحظ إيه الاختبارات دي مبنية على استبيانات أو قياسات بتقيس فترة طلاقي لنظرة عين الطفل مع الأم أو مع الفاحص طيب وبتتقاس يعني قد إيه فترة طلاقي لنظرة عين يعني ناخد قد يواتي كده في التقيس اه يا طرى نظرة عينه سابتة ولا حقرة دي واحد الحاجة فعلاً قدرنا نخليه يستجيب لطلباتنا اتنين الحاجة قدر هو يخلينا نستجيب لطلباته أو يعني بنقدر نتفاعل معاه ونلعب ما قدر هو اللي يخلينا نبص نستجيب للعبة معاه هو طيب إذا كانت الإجابة يعني لازم بنجاوب على ده كله وفي النهاية بيطلع رقم الرقم ده بيبقى الطبيعي مثلاً لو قلنا خمسة واربعين كل ما زاد درجة فرط الحركة خمسة واربعين لستين لا كده هنا يبقى درجة ضئيلة من اتنين من ستين واحد وستين اتنين وستين لغاية خمسة وستين ستة وستين لا يبقى دي درجة بنقع لها في علم التخاطب زو دلالة زو دلالة ايوه ايوه انتبه الطفل ده درجة تشتت الانتباه او فرط الحركة عنده عالية محتاجين بقى ايه هنعمل رقمين مغناطيسي هنعمل رسم مخ يبقى يبتدي الرقم يبقى زو دلالة لسه عشان الناس ما تنشغلش بنقول ان الطبيعي لغاية خمسة واربعين شاملاً ما يسمى شقاوة الاطفال طيب بعد كده لا دخلنا في المرضي وما نقولش اه ما يقول الاطفال اشقية لازم تعمل الرقمين مغناطيسي طبقاً للأوراق برضو طبقاً للأبحاث يعني اذا كان الرقم من 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 ستة واربعين بدأي من ستة واربعين لواحد وستين يبقى هنا يعني لا يبقى اول ما تبقى واحد وستين اتنين وستين بنبتدي بنبتدي بنقول عرض طب بنفسي اطفال يعني احنا في علم التخاطب اللي بنطلب زيارة طبيب نفسي اطفال او علم العصبية اطفال طب غالباً ايه اللي بيظهر الرقمين المغناطيسي مثلاً لهؤلاء الاطفال بيظهر ما يسمى ضمور المادة البيضاء اللي هي اللي هي المادة البيضاء المادة البيضاء هي الالياف اللي مسؤولة عن نقل الاشارات العصبية من المراكز العليا للأعضاء طيب بنلاحظ انها ممكن تبقى ضامرة فين ضامرة في مناطق مختلفة في مخينة المناطق اللي زي المخيخ والمخيخ ده شغلته ايه المخيخ ده حضرتك يعني احنا نسميه المخ الصغير المخ يعني المخ الصغير المخ الكبير النصفين دول لكن المخيخ الحتة الخلفية من مخنا احنا نسميه المخ الصغير طيب هو مخ صغير ليه لانه هو المستوى الخامس من المستويات الستة بس الخمس مستويات الاخرى ممثلين فيه وليه اتصالات بينهم وهو اللي بي ينصق عمالهم طيب إذا كان طيب ينسق عملهم بإيه بإشارات كهربية طيب الإشارات الكهربية دي راح ماشية في إيه ماشية في الألياف دي اللي هي المادة البيضاء طيب إذا كانت المادة البيضاء دي ضامرة هتبقى أجزاء المخ متصلة ببعضها لا مش هتبقى متصلة ببعضها تيجي بقى أمراض التخاطر إذا كانت مش متصلة الطفل بتاع التوحد ده ويقدر ينزل على السلم لوحده لا ما يقدرش طيب بيبقى ليه العين مش بصل رجله فلازم بنبقى مسكينه هو كده ليه لأن أعضاء المخ مش متصلة ببعضها ليه دمور المادة البيضاء طيب يبقى المادة البيضاء دي عبارة عن ألياف جايبة الإشارات من المراكز العليا للأطراف أو للمستويات الأقل منها يعني هي القيادة العليا علشان تشغل بقيت الأعضاء بأيه بمادة بيضاء بس المادة اللياف دي مش ليفة واحدة لا الليفة دي عبارة فيه يعني عشان الليفة دي بتنتهي وبعدين بتبتدي الليفة عصبية أخرى الله طيب ما احنا هنا يبقى فيه محطة أو ما احنا بنقول له ده سينابس سينابس يعني نقطة طلاقي يعني الليفة عصبية تنتهي وليفة عصبية تبتدي طيب الصينابس دي إيه اللي فيها؟ فيها ناقل عصبي يعني مادة كيميائية قادرة على نقل الإشارات الكهربية طيب هي دي ضمور المادة البيضاء اللي في الغالب بيبقى بنلاقيه فيه الطفل كسير الحركة رسم المخ قد يظهر تغيرات يبقى تقول إن كهربة المخ ده مش مزبوطة طيب يبقى نزبطها بإيه؟ بمادة كيميائية تتحسن شهية الطفل يتحسن نومه تتحسن استجابته وفائدته من مجهود الأم ومجهود طبيب التخاطب ومجهود المجتمع المجتمع اللي هو مين؟ اللي هو الحضانة يعني احنا بنعمل الأبحاث المتقدمة إذا الأبحاث المبدئية أظهرت شيء يعني ما بنعملوش للكل إلا بدرجات فرط حركة من 61 وطالع بطريقة علمية تثبت لنا بقى التشخيص أيوة يعني بعوز الأبحاث المتقدمة إذا الأبحاث المبدئية أظهرت شيء يدي زي ما نحن بنقول في الطب كده significant يعني زو دلالة يعني إذا جات أرقام زو دلالة لقى يبقى نعمل الأبحاث المتقدمة طيب لو تكلمنا عن طراب عمل وصرات العصبية نتيجة خلل جيني يعني كيف يتم قياسه وتشخص يا دكتور آه تمام هو يعني احنا بنبقى نعمل إيه بنبقى نعمل القياسات اللي تخليني أقول أني فيه حاجة في الطفل ده الطفل ده ما يقدرش يعمل يكمل يكمل تمرين كامل طلبة منه ليه بيبقى فاقد ما يسمى الزاكرة العاملة طيب الزاكرة العاملة دي عاوزة إيه بنعوزها فيه بنعوزها لمتابعة التحصيل الدراسي بتابع مع الأم وهي بتذكر لي بتابع مع المدرس وهو في الفصل طيب طيب إذا كان الطفل مش قادر يتابع أو بيبقى يعني مش منتبه فبنعمل إيه بيبقى برضو بنعمل القياسات دي وأول ما بنلاقي أن الطفل يعني مش ماشي مع الأرقام الطبيعية اللي بتاعت السابتة لكل البشر والكل طفل البشري في أي حتة في الدنيا يبقى إيه يبقى لأ يبقى يبقى عين عليه طيب وبنعمل الأبحاث إذا جلنا شك من التقييم المبدائي يعني إيه تقييم مبدائي تاريخ مرضي فحص المصاري الصوتي كله عمل الاختبارات الأولية وإذا الاختبارات الأولية جه الشك في أني فيه لا اضطراب فيه كهرابة المخ أو فيه أو فيه الدلالات البيولوجية زي الزي ضمور المادة البيضاء دي يبقى إيه يبقى لازم نعمل الاختبارات المتقدمة لكنها ما بتتعملش إلا إذا الاختبارات الأولية أظهرت شيء زو دلالة وبنان عليه بيترتب العلاج بعد ذلك يعني الأمور بس محتاجة اهتمام في المقام الأول من أولياء الأمور وأن هم يمتابع مستمر الأبناء هم ما يسكتوش على أي عرض مرضي من الحاجات اللي حضرت طيب فضلت مشكورا ذكرتها وبالتالي الطبيب اللي بيقوم بالتشخيص ثم بعد ذلك بيحدد العلاج الأفضل للطفل وكل ما كان التشخيص مبكر كل ما كانت عملية العلاج أسهل وكل ما كانت النتائج أفضل نعم صحيح يا دكتور نعم يبقى قدرة المخ البشري على التجديد يعني قدرته على تعويض نحن نقولها الطب التجديدي يعني إيه؟ يعني إن قدرة المخ البشري على تعويض ما فقده بتبقى أعلى في السنوات العمر الأولى صحيح يعني أول عامين اسمها الفترة الزهبية وبعد كده لغاية أول بس أنا خاف لأ قلت أربعة هيستنوا لما يبقى أربعة لا يعني كل ما كنت قرم العام الثاني كل ما كان الأفضل أنا بشكح جدا والله يا دكتور دايما بتنوارنا دايما كده يعني بتضف لنا معلومات مهمة جدا خاصة في الأمور المتعلقة بأبناني سواء في عملية التراب الحركة اللي بتتسر على مشاكل كثيرة جدا في حياة أولادنا وربنا حافظ عليهم وإن شاء الله بإذن رحمن مزيد من النجاحات ربي كده في كل الأمور اللي احنا بيقوم بها بتربية أبناني شرفتنا دكتور شكرا يفن شكرا لحضرتك الأستاذ دكتور محمد بارك وأستاذ المرادة تخطب بكلية طب جماعة عين شمس شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا أيضا بشكر حضرتكم مشاهد كرام لحسن المتابعة غدا إن شاء الله لقاءة أجدد معاكم النهار جديد تحيات فر العمل وتحيات عاصم الشندويلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك